اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم شارع مصر في شارع مصر النهاردة اول حدوثة بتهم كل بيت في مصر ملايين مصريين ترخيص البناء الجديدة كل يوم بصراحة في جديد سواء بنتكلم عن مخالفات البناء اشتراطات البناء الجديدة كل ده في اطار خطة الدولة لتسهيل الاجراءات سواء على المواطنين المخالفين او الناس اللي لسه هتجيب رخص عشان تبني بعد استقناف عملية البناء طيب من ساعات الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية قالت انها هتقدم تسهيلات جديدة علشان ترخيص البناء الجديدة لكن اهم حاجة من وكهة نظرنا احنا ايه اللي هتقدمه الحكومة ايه التسهيلات الجديدة اللي هتقدمها الحكومة عشان الترخيص اهم حاجة في الموضوع ان الترخيص هتكون مميكانة ايوه زي ما سمعته ترخيص البناء هتكون مميكانة الاكتروني ما فيش شغل يدوي مش هتقدم ورق يدوي كله من خلال الكمبيوتر من خلال النت ومن خلال موقع الوزارة ومن خلال موقع المحليات والكلام ده كله وحتطلع مميكانة الفيديو ده هنوضح لكم اخر تطورات ومستجدات اشتراطات البناء الجديدة وازاي الترخيص هتكون مميكانة وده فايدته ايه على الناس طيب تعالوا ناخدها من الاول كده من اول من لوه محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قال واتكلم عن الانشتراطات الجديدة للبناء واللي وضعوها بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يسروا على المواطنين في ان هم يطلعوا الترخيص دي ويضغطوا ويختصروا الوقت الخاص بها طبعا كان فيه ممكن تاخد سنوات ترخيص البناء طيب قال كمان وزير التنمية المحلية اللي هو شعراوي انه حاليا بيجري دراسة واتخاذ مزيد من التيسيرات في اصدار الترخيص وزي ما قلت حتكون الترخيص مميكان كمان قال ان الحكومة عاوزة عمران الحكومة همها ايه من هدف القصة اللي بتعملها للشطر البناء ومخالفات البناء عايزة عمران منضبط الفترة اللي جاية يبقى واجهة حضاري منضبط عمران منضبط يراعي الشروط والاحكام الشكل الجمالي استيعاب المباني تستوعب البنية الاساسية والتحتية للمرافق مايبقاش فيه عشوائية زي اللي كان حاصل ويضغط على مرافق الدولة ويعمل مشاكل مع الدولة ده كان الهدف من ترخيص البناء الجديدة ليه شروط البناء الجديدة وحتى قانون المصالحات والمخالفات اللي خدتها الدولة ده كان هدف الدولة اللي اعلنته الدولة لم نقض من لسان الدولة زي مايه اعلنت لا نفاتش عن النواية بقى شعراوي قال ان ترخيص البناء ما رحيتش للجامعات يعني زي ما هم قالوا الجامعات ان هي اللي هيطلع ترخيص البناء الجامعات لا هي ما زالت ترخيص البناء اختصاص اصيل للمحليات الجامعات فقط هتشرف على عملية فحص الاوراء التأكد من نماذج البناء اجراءات اصدار الترخيص المساعدة في تقديم كافة التسيرات الممكنة لمساعدة المحليات يبقى ازا الجامعات هي دورها استشاري مساعد معاون ليه المحليات للتأكد من تطبيق الشروط والاحكام عند استخراج ترخيص البناء الجديد تمام وهذا الاختصاص من اختصاص المحليات الجامعات هتؤكد بس النماذج مصبوطة والورقة مصبوط والدنيا الدنيا كويس بحيث لما تقدم التوقيت المحدد لاستخراج الرخصة هتبقى ممايكانة تطلع عليك على طول يبقى مفيش مشاكل ده دور الجامعات طيب الدكتور عاصم الجزار وهو وزير الاسكان والمنافق والمجتمعات العمرانية في المقابل عقد اجتماع عمل اجتماع مع قيادات الوزارة عشان يناقشوا منظومة اصدار ترخيص البناء والاجراءات اللازمة لترخيص البناء الجديد الجزار اتكلم وقال ان المرحلة دي هي مرحلة انتقالية وزي ما احنا قلنا مدتها ستة شهور ده حيتم فيها السماح يسمحه تسمح الدول الحكومة باستئناف اعمال البناء البناء اللي كان شغال وقف وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع ده يتم فترة انتقالية لحين وضع اطار فني وقانوني جديد لمنظومة رقمية متكملة بتصل مدة الفترة الانتقالية دي ستة شهور تبدأ من تاريخ رفع حظر اعمال البناء بالمدن المصري الاهم في المحور ده ايه ان وزير الاسكان كشف عن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية اللي تضمنت الالتزام باسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالاكواد المصرية والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة الاشتراطات دي والضابط دي تحل محل الشراطات التخطيطية والبنائية الوردة بالمخاططات التراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن اللي كانت موجودة ومحل الشراطات التخطيطية وبنائية مؤقتة للمدن التي ليس لها مخاططات استراتيجية يعني الشراطات الجديدة دي اللي هي في الفترة التعالي 6 شؤور هتحل بين مخاططات المدن اللي لها مخاططات بنائية وستراتيات بنائية قديمة يعني إذن هي شروط مؤقتة لاستقناف عملية البناء خلال الست شهور المدن اللي ملهاش مخاططات حيصدر لها مخاططات وفق الاشتراتات الجديدة المدن اللي كان لها مخاططات حيستبدلوها بمخاططات جديدة في خلال الست شهور التانية لحد ما يعملوا يستكملوا منظومة متكملة رقمية متكملة للبناء والعمران في مصر بس بعد الست شهور خلال فترة الانتقالية ترجمة نانسي قنقر